أما الآن مجاز الأهم وآخر الأنباء مع أحمد عبدالصامد إليك أحمد شكرا بسط الثابنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريدر جرينتش مجاز الأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع ممثل مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية في برلين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر وأشهد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا موضحا أن المشروعات الأملاقة الجاري تنفيذها في مصر توفر فرصا استثمارية متنوعة للشركات الألمانية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى هامش زيارته لبرلين استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت وخلال اللقاء عربت وزيرة الدفاع الألمانية عن التغدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود المصرية في استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين بالرغم مما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة كما أكدت لامبرشت العمل على دعم التعاون في المجال العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية هنى الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه بكأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على منتخب كامبيندي بنتيجة تقدر أو تصل إلى 37-25 وشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة مشيرا إلى أن المنتخب الوطني لكرة اليد أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في هذه اللعبة شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ختم النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2022 وفي حفل الختام هنأ مدبولي منتخب مصر بفوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين مشيرا إلى أن البطولة القادمة ستقام أيضا في مصر في يناير 2024 كما قام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة إلى المنتخب المصري وتقليد لاعبيه الميدليات الذهبية تنطلق اليوم ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وكان المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد قال إنه سيتم خلال الجلسة الثانية وضع أجندة الحوار وموعيده وموضوعاته إضافة إلى تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاث المعلن عنها وهي السياسة والاقتصاد والاجتماعية أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية لا تستخدم وقال نائب وزير الخارجية الروسية خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة الغذاء إن نقص إمدادات من أوكرانيا تم تعويضه من قبل موردين أخرين ومع ذلك لم تستخدم الممرات الإنسانية من الموانئ الأوكرانية التي فتحتها روسيا وأشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى أن الصعوبات في ضمان الأمن الغذائي أصبحت جزءا من أزمة الاقتصاد الكلية التي كانت تتطور منذ سنوات عزز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تقدمه في الجولة الأخيرة من تصويت نواب حزب المحافظين لانتخاب رئيس جديد للوزراء وأظهرت نتائج التي أعلنها جرهام برادي المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين حصول سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بني مورينت التي حصدت 82 صوتا ووزيرة الخارجية لستراس ب71 صوتا وحلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادي نوك في المركز الرابع مع فرق أصوات يصل إلى 58 صوتا فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجنهات الذي جمع 31 صوتا حذر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا من حدوث اضطرابات في بلد غير مجهز لمواجهة ظواهر مناخية قاسية تقول السلطات إنها قد تعرض حياة الناس للخطر وشاهدت بريطانيا وفرنسا درجات حرارة قياسية بسبب موجة الحر الشديد التي تكتح جنوب غرب أوروبا وتسببت بحرق غابات وقد تم تعليق الحركة الجوية في مطار لطن شمال لندن بسبب عيوب في أرض المدرج ناجمة عن ارتفاع الحرارة كما توقع خبراء الأرصاد أن تتجاوز الحرارة اليوم عتبة 40 درجة مئوية في سابقة في تاريخ بريطانيا إذن مشاهدين بذلك انتهى موجة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر